السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تحياتي لكل الإخوة الشرفاء داخل الجزائر وخارجها تحياتي إلى كل الأحرار في العالم بكل اللغات وبكل اللهجات حبيت باش ندير تعليق على السريع حول إقالة عبد المجيد تبون وكذا بعض المناشير التي انتشرت قبل الإعلان على الإقالة عبد المجيد تبون ونتحدث بشكل مختصر حول الانتخابات الرئاسية القادمة لا شك هو أنه الكثير من الجزائريين والجزائريات سواء الناس اللي رأم عايشين في الداخل أو الناس اللي رأم عايشين في الخارج سيما الناس اللي رأم عايشين في الخارج أرىهم ممتعظين جدا على هذه الفوضى اللي نشوفوها من خلال هذه القرارات الارتجالية يعني عشية تعيين هذا عبد المجيد تبون تمت إقالة هذا ما يسمى بوزير السياحة في أقل من 24 ساعة من تعيينه هذا مما يدل من أنه الناس اللي هما قاموا بتعيينه أو الناس اللي هما اقترحوه كانت عندهم داسيسة ذوك الآن رأى بدت تتضح الأمور داسيسة قاموا بها من أجل يعني ضربوا من أول تحرك انتعو مباشرة بعد التعيين انتعو كلكم تابع باللي هذا عبد المجيد تبون مع أنه كلهم هما رأهم يقولوا باللي تطبيق البرنامج انتع فخامة الرئيس كلكم على بالكم باللي بوتفليقة راهو مريض ولكن ما يخافوش فيه ربي راهو يعشي دود يكل فيه يعني كيفاش هو هذا بوتفليقة يتم التعيين انتع هذا عبد المجيد تبون على أساس واش فهموني يرحم والدكم خدموه طرال المخاخم تاعكم والعقول تاعكم يرحم والدكم فهموني عينوه على أساس البرنامج انتع فخامة الرئيس وقالوا من أنه هذا عبد المجيد تبون راهو نزل البرلمان ورهو تحدث في هذه القاضية انتع فصل السياسة للمال وإلى غير ذلك ولقى هذا البرنامج هذا انتع تبون صدا في هذا البرلمان بين قوسين برلمان المزور ويحيا من بين الناس اللي رهو نصادقوا على هذا البرلمان كيفاش بين عشية وضحاها هذا يتم إزاحة تبون على أساس واش ما هي الأسباب ما هي الأسباب اللي على أساسه تمت التنحية انتعه فما بعد عشي ويحيا الذي لا يمثل أغلبية في هذا البرلمان المزور يعيشي هو رئيس الحكومة على أساس واش باش يطبق ببرنامج انتع الفخام انتع بوتفليقة ما هذه النظرة ما هذا الاحتقار للرأي العام صرت يعني قلبت الجزائر قلبتها مسخرة وقلبتها مضحكة أمام العالم يعين وزير في خلال 24 ساحة ويزاح وفيما بعد هذا رئيس الحكومة بالذات يتم استهدافه من خلال تسريبات على قناة النهار قال واشي قال راهو الرئيس غاضب على ومن بعد قال واشي قال راهو بيان ومن يشعرفه راهو مش الرئيس راهو أحمد ويحيا وفيما بعد ويحيا هو اللي عشي رئيس حكومة وين ركم الدين لبلاد إذن هذا التعيين انتعى هذا التبون كيف ما قلت لكم في وقت سابق عاودوا ورجعوا لتسجيل تاعي هو التبون راهو واحد من الموظفين مثل ويحيا مثل سلال مثل ونس آخرين ولكن مع ذلك كما دائما نخاطب الناس من خلال تسجيلات انتعى نقول لكم باللي راهو كين شرفاء في هذا النظام ودائما نقول تحياتي لكل شرفاء دائما نبدأ بها يلا ولا كين شرفاء في هذا النظام رشيد بوجدرا لما خرج في هذه القضية انتعى النهار وخرج هذا ساعد بوتفليقة قلت لكم من أنه راهو كين فيه حالة استنفار تم إعلانها من خلال خروج رشيد بوجدرا للشارع كان يخاطب هو في هذا التيار الاستئصالي يلا شوفوا راهو أهانونا شوفوا وش راهو دارونا يلا تحركوا والناس رأي بلا بل بوتفليقة رأي مريض رأي بلا بلكم بحالته بالتالي يدركوا هما هذه الناس استغلوا هذا الفراغ استغلوا هذه الفجوة اللي رأيها موجودة بين السلطة والشعب استغلوا هما هذه الحالة النفسية هذا الرداء وفيما بعده مرام يتحركوا ورام يخيطوا ورام كذا سربوا هذه التسريبات من أنه راهو هذا عبد المجيد تبون راح يقضي الإجازة في فرنسا هما اللي يسربوها وهكم شوفتوا الآن النتيجة راها تضحت راكم شوفتوا هذه الحركة اللي انتوا على الفيسبوك وانتوا على اليوتيوب اللي كانوا يبيعوكم في الأوهام ومع ذلك هما راهم يحوسوا يهيئوا الأرضية لهذا التيار الاستئصالي على جلبة يحكم الحكم وقاعدين يمشيوا في بعض المناشير من أجل استخدام المادة كذا من الدستور وش حذرت انتهى؟ ما الذي حذرته من أجل استخدام هذه المادة؟ يا هل ترى وجدت مرشحين؟ يا هل ترى وجدت لجنتة مساندة؟ يا هل ترى فتحت مدوامات؟ يا هل ترى فتحت مقرات؟ يا هل ترى الشعب الجزائري راه مستعد؟ راه قال مثلا بينت له شخصيات هكذا معينة من أجل الالتفاف وراء هكذا يعني يحبين تديوه الشعب يعني الناس اللي راه في السلطة معتبرين الشعب هذا كأنه عبارة عن قطيع انت اغنم يسوقوا فيه وانحبوا وانتوا مع نفس الشي راكم مدين شعب مدينو هكذاك في الظلام ويلا وقال تباه هذا الناس اللي راه مدرك هما يناديوا باستخدام هذه المادة نتاع الدستور كين منهم اللي راهوا عنده أجندة راه واضح راه ننتبعه وراه نشوفه في التعليق وراه ننتبعه في التحركات انتع الناس كين الناس اللي راه مدرك راهوا بين واضح هاو شخص معين راهوا يدعم فيه راهوا ينشر له في المناشر تاعه وينشر له في الحوارات تاعه وراهوا بين قد ثلاثة اشترى راهوا قال راهوا فلان هذا راه راح يتقدم كمرشح للانتخابات الرئاسية القادمة وبالتالي هو راهو يهيئ في الناس على جلبهش فيما بعد قال هو معاه قادر يكون مدير حملة انتخابية قادر يكون مع لباليش المهم راهو ماشي معاه من أجل هو يترشح ولكن كالناس راهتمشي كالغنم يشوف هو منشور مع لباله لا بالفحوان تاعه ولا بالخلفية تنتاعه ولا وش راهو يقصد ويلا هو قال هكذاك على بالهم هو ما بالغضب انتع الشباب على بالهم باللي الشباب راهو يائس من هذه الحلول الترقيعية على بالهم باللي الشباب راهو يبحث على أفاق جديدة أفاق رحبة حبي ايش حبي يتمتع حبي ايش مثل الشعوب حبي يخرج حبي يتنفس حبي يتنزه حبي حبي يأكل حبي يشرب حبي يتمتع هما قاعدين يستغلوا في هذك الغضب انتع الشباب ويلا كاين منهم اللي راهو ذركه ورافع شي عارا تاع محاربة الفساد وهو مفسد أكثر من الناس اللي راهن في النظام وكاين ناس في المقابل قالوا والله ابوت في الليقاء هذا راكم شفته في وقت سابق وراهو مد الصحة انتاعه ومد الشباب انتاعه وكذا واخدم واطلع وهبط وراهو ساهم في الوسمه تخليص انتاع المديونية وكذا وبالتالي ذرك حنا يا سيدي راه هكاين ناس راه تخدم في مؤسسات مختلفة راه هكاين اجهزها راه تخدم خليوا عليه يموت في غرضو نهار اللي يموت في ما بعد دب الروسكم هذا الناس ايضا هما راه هم يخدموا في هذا الجناح اللي راهو يتربص خطر علاء اذا كان انت ما مدرتش البديل ورايحين نعود ونرجعوا النقطة الصفر اذا فيه ناس اللي راه تخطط باستخدام هذه المادة انتاع الدستور ولو انه حتى هذه المادة انتاع الدستور يعني هذا الناس هما يكفروا بوتفليقة ويكفروا بالدستور تاعه ويامنوا بالمادة هذه انتاع الدستور من اجل عزل بوتفليقة ومن اجل اعلان عجز انتاعه اذا الاخوة والاخوات كي الناس راه تحذر راه تتخطط من اجل الاستيلاء على الحكم وهذه راه البداية انتاعه هذا راه ويحيا راكم تعرفوه موش انسان جديد راني رح نحكي لكم عليه راكم تعرفوه من وقت زروال موش حاجة جديدة وهو راه واحد من الموظفين انتاع هذا النظام ويحيا واضح الان راهو من اجل يحذر للمستقبل ذرك هذا الناس اللي راه محطوه في هذا الحكومة ويحيا اذا كان راهو ربما عندونية في المستقبل من اجل الترشح للانتخابة الرئاسية هو راهو الان على رأس الحكومة قادر يكون ربما اتفق معاهم من اجل تسيير مرحلة معينة ازاحة سلال قادر سلال في وقت لاحق ربما يلعب دور قادر والله العظيم غير يعين لكم هذا عبد المجيد تبون في بلست ويحيا والله ماهي مستغربة خلاص مع هذا النظام الخبيثه قاسا من بالله غري ينحيوه من مكان يحطوه في مكان ومدام راهو هو خدام راهو موظف عند الدولة والله غري يخدم والله غري عادي اللهم الا اذا كان فعلا هو راهو لحقت له هذا القناعة ربما الله اعلم ربما ناس في الجيش ولا ربما راهو ناس اكذا قال اودي يروح افونسي وما تخاف شرانا معاك الله الله اعلم لسنا ندري خطر علاه من خلال هذه الحركة اللي راه موجودة في الفيسبوك تحديدا كي الناس تحركوا من اجل فتح صفاحات وكله نتبون وكله ناكذا وكله ناكذا وكله ناكذا بمعنى انه راه مرح يقدموه في المستقبل وربما قد تكون هذه الصفحات مفخخة الهدف من ورائها هو الايحاء لهذا الفريق قال اودي او تبون راهو طامع في الرئاسة وراه ورح ينقلب على ابو تفلي قال يلا قصبوه حشولو جنحه هذه هي هذه المسألة اذن الاخوة والاخوات لازمكم تحذروا في هذه المسائل هذا الناس اللي راه يطلبوا باستخدام المادة كذا من الدستور بغرض الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسية لازم نعدولها ما لازمش نعودو نكروا الاخطاء اللي وقعت في التسعينات ناس تحركت من اجل الاطاحة بحمروش وتحركت من اجل الاطاحة بالشاذلي شفتوا فيما بعد التيار الاستئصالي ما الذي صنعه بالجزائر وبالجزائريين ما لازمش نعودو نكروا نفس الخطأ في نفس الوقت ما لازمش نخليوهذا الناس قال اودي هذا بودفليقة خليه يموت هو راه مريض راهو تعبان ما راهوش قادر يتحرك راهو عاجز لا بد من التحرك ولكن بشكل منظم يكون تحرك جماعي كيف ما قلت لكم في تسجيلات سابقة ومنذ سنوات وانا اردد وانا اصيح وانا انادي من اجل عقد مؤتمر في الداخل وفي الخارج وتتفق الناس حول ارضية مشتركة وحول حكومة وحدة وطنية ويكون هناك ضمان وتكون هناك اشياء تتوافق من اجل على جلبة الناس تمشي قدوما لانتخابات رئاسية وتكون بشكل جماعي ويكون هناك دستور جديد توافقي وتمشي الناس واحدة واحدة لبناء انتع مؤسسات ونبني الجزائر الجديدة اللي رأنا نحلموا بها واللي كانوا يحلموا بها الشهاداء والمجاهدين اما هو انه تروح انت تدئم شخص فيما بعد راح تدخل في الحيط لانه اذا كان مكنش مشروع انتع مجتمع كل البناء اللي راه يتبنى يتبنى كما ذاك اللي راه يرحي في الماء ولا راه يبني على الرمل المشروع انتع المجتمع هو الاساس لابد هو انه الناس تتناقش الى هذه الموضوعات المختلفة لها ويحاول هذا الشي اللي راه يدور مع الناس بطبيعة الحال الناس اللي امنوا بالحوار والناس اللي امنوا بالجزائر انتع الجميع اذا اخوه والاخوات باش من نكثر شا اليكم راني على بالي بالحالة النفسية انتع الجزائرين والجزائريات خاصة منذ اللاشك وانه كان الناس اللي راه مديرين الزرنا وراهم معارسين راه في فرحة كبيرة ولا شك في المقابل وانه الناس راه تعدد كيما يقولوا في البلاد خطر راه متلقوا ضربة موجعة المهم احنا هذه المسألة ما لازم ما يش مربوطة بالاشخاص يروح زيد والله يجي عمر احنا الامر انتعنا مرتبط بالجزائر انه ظل تعنا مازال مستمر نطلبه من الاخوة والاخوات هو انه ما لازمش هو انه تتبعوا بعض المجانين اللي رأهم هما قادرين يديكم المهالك هذا ما كان كان بعض المجانين اللي ربما في مرحلة انتع غضب قادرين يديكم المهالك لازم الانسان يثبت روحه يكون رزين ويشوف بنظر على المستقبل ما لازمش يشوف قدام رجليه ولازمكم تعرفوا باللي رأها كينة تيارات متجاذبة هذة تيارات ميش كما نقوله والدة اليوم هذا الصراع اللي رأها موجود بين الناس اللي عندهم فكر تغريبي وبين هذا الناس اللي رأها عندهم فكر عربي وفكر اسلامي وهذه الصراعات اللي رأها موجودة في الجزائر هي ليست والدة اليوم إذن الإخوة والأخوات لازمكم تأخذوا هذا الأمور بعين الحسبان هذه قضية انتع إقالة ولا انتع استقالة انتع تبون هي ليست هكذا عن طريق الصدفة وإنما كلها مرتبطة بالأجل اللي رأها جاية خطر ذرك هذا تبون يعني هكذا من خلال هذا اللي جن اللي كما قلت لكم أنا تم إعلانها في الفيسبوك سواء كانت مفتعلة داروا هالو إكسبري على جلبة شوما يخاطبوا هذا الجنة انتع ابو تفليقا قال اودي هذا السيد هذا راه وعينه على الرئاسة أو ربما تكون هي نابعة من طرف مواطنين يعني اللي هما راه وعجبته ماذيك القرارات اللي دارها سيما ما تعلق الأمر بمكافهة الفسد وهو ما قال بورك وابا مدام هذا الشخص هذا راه و هو يعنى المحاربة الفسد علاش احنا منعونوش حتى النوكين بعض حتى معارضين يعني من الراديكاليين اللي قالوا بلي إذا كان هذا تبون راه وفعلا يريد مكافحة الفسد احنا رانا معاه بالتالي ذركهما راهما أعلنوا حالة استنفار بدون ما على بالهم أعلنوا حالة استنفار عند الطرف الآخر ذركهما تحركوا هما اللي راهما قليد الحكم في يديهم الإعلام تحت يديهم المال تحت يديهم سونطراك تحت يديهم الموانئ والمطارات تحت يديهم بالتالي هما راهما تحركوه راهما يديروه وش حبوه لذلك على الشرفاء هو أن يتحركوا هذا السراع هذا الناس يشعلوا في النار بيناتكم على جلبة شتطربوا بعضكم البعض ومن بعد يجيوهما يديوها طيبة هذه مصائبه قومين عنده قومين فوائده هما يخدموا مع بعضاهم لما يتمس واحد هذا التيار كامل يتحرك لأنه على بالهم لما يتمس واحد رحمهما اللي يتمسوا إذن الأخوة والأخوات هذه باختصار كلمتي إن أصبتوا فمن الله وإن أخطأتوا فمن نفسي ومشيطان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر